بسم الله الرحمن الرحيم هتجي لك كل الاشعارات بكل حلقاتنا الجديدة اول تعليق على فيديو اعتراف خطير 32 المسيح قال الرب خلقني مغريتش عبير بيقول القاتي واتمنى ان انا اكون نطاقتي الاسم صح السلام عليكم ارجو الرد من فضلكم عندي بعض الشبهات ارهاقتني حتى افسدت حياتي حابي بعلق بس على الجزء ده فكرة الشبهات اللي افسدت حياتي انا بعتقد والله اعلم ان الشبهات لا تفسد الحياة الا اذا ما كانش فيه يقين اصلا بصحة الدين انا بعتقد ان لازم يكون فيه نحية علمية ونحية ايمانية واللي اتنين يمين يعني انا عشان بعمل يمين ونشمال لا نحية ايمانية ونحية علمية بيعززوا يقين الشخص في صحة دينه وبالتالي انت بتصل الى مرحلة ايمانية حتى لو وجهت شبهة حتى لو كانت صعبة وانت مش عارف الرد عليها بتتكل على خبرتك الايمانية العلمية السابقة وتقول ان اكيد فيه رد على هذه الشبهة حتى لو انا مش عارف الاجابة عليها والموضوع محتاج مني بعض البحث وبعض الفحص والدراسة والمقارنة وهكذا خلي بالك انا مش بقول ان انت توصل للمرحلة دي بدروشة وايمان اعمى لازم يكون في قلبك ما يفيد اليقين بانك على دين الله الحق وبالتالي ما ينفعش يكون في دين الله الحق خطأ ضد ما هو موجود في هذا الدين او شيء متناقض يعني اللي هي الفكرة اللي انت بتطرحها ان كأن الاسلام بيقول ان اعمار البشرية كذا والعلم بيقول ان اعمار البشرية كذا يبقى هذا تناقض يهدم الدين طبعا احنا عملنا فيديوهات كثيرة جدا الاخ حسام مصطفى ربنا يحفظه يبارك فيه تكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل وانا تكلمت عن هذا الموضوع في محاضرات كثيرة فكرة العلموية انك بتعطي للعلم التجريبي او فروع العلم دي ايا كانت جزء كبير جدا جدا من الثقة والصحة لدرجة ان انت بالنسبة لك اخبار العلم لا شك فيها انت هتبتدي تشكك في الدين في موضوع الشبهة دي تحديدا هيبقى مفيد جدا بالنسبة لك ان انت ترجع لكتاب الدكتور سامي عامري الجديد الوجود التاريخي للاندياء وجدى للبحث الاركيولوجي شبهات وردود وخصوصا انك ترجع للباب الاول اللي فيه تقصيلات في غاية الاهمية اشكالات منهجية حجية الدليل الاركيولوجي في الميزان ودعوة ان الاركيولوجيا من جنس العلوم القطعية ودعوة نشأة علم التاريخي جزا التقصيلات دي كلها في غاية الاهمية علشان في الاخر يكون عندك تصور واضح الاعمار الخاصة بالبشر اللي علم الاثار وعلم الاركيولوجيا والكلام ده بيطلعوها ما مدى قطعيتها وما مدى يقنها علشان تعارض بها الدين دي نقطة مهمة يبقى انا عايز اكد على فكرة ان الدنيا مقرقاني وافسدت علي حياتي ومش قادر اصلي ومش قادر اصوم دي مسألة نفسية لازم تتعالج لازم يكون عندك العلم والايمان اللي يخليك تثق في صح دينك بشكل يقيني حتى لو انت واجهت شبهة قوية وانت مش عارف حلها تقول العيب فيك انت اللي جاهل انت اللي مش عارف انا اكيد ديني صحيح بحسب خبرتك العلمية السابقة فادلة صح الدين الاسلام وصدق نبوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحي القرآن وهكذا وخبراتك انت الروحية يا اخي في دين الاسلام عمرك انت ما صليت صلاة ولا دعيت دعاء ولا عشت تجربة روحية اسلامية تخليك تجعلك متيقن من ان الاسلام هو دين الله الحق وانا بأكد على اقتران الاثنين ببعض الناحية العلمية والناحية الايمانية والتجربة الروحية نرجع بقى للتفاصيل اللي هو كاتبها في التعليق هنا بيقول حسب ذكر الانبياء في القرآن وتتبع اعمارهم نجد مثلا ان النبي نوح وهو اول الانبياء طبعا فكرة ان النبي نوح هو اول الانبياء ده امر اصلا في خلاف احنا بنتكلم المفروض من اول سيدنا ادم عليه السلام لغاية الوقت الحالي المدة الزمنية دي قد ايه حسب الشريعة الاسلامية حسب نصوص الوحي حسب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة انا بتدعي ان دي مسألة الوحي متكلمش فيها وان الفجوة الرئيسية اللي الوحي الاسلامي متكلمش فيه المسافة الزمنية ما بين ادم عليه السلام وما بين نوح عليه السلام هل فيه اصلا انبياء ما بينهم ما بين ادم عليه السلام وما بين نوح عليه السلام ده امر في خلاف ممكن يكون فيه ناس قبل نوح ممكن ما يكونش فيه الله اعلم لكن المسافة الزمنية دي هي الفجوة الرئيسية ولاحظ ان احنا بنتكلم حسب الوحي الاسلامي عن ناس اعمرهم ما كانتش زي اعمرنا فبالتالي احنا عندنا ان سيدنا نوح عليه السلام عاش في قومه الف سنة الا خمسين عاما الله اعلم هو عمره هو الاجمالي كان قدي ايه فتخيل ان واحد من البشر كان بيعيش اكتر من الف سنة فما بالك بقى الفترة الزمنية اللي ما بين ادم عليه السلام ونوح عليه السلام فدي نقطة مهمة لان مسألة الاعمار والتتبع الجيلي ما بين الانبياء من اول ادم لغاية اه حد من الانبياء اللي احنا نقدر نحدد وجوده التاريخي بشكل دقيق جدا وبعدين نحسب ما بيننا وما بين هذا الشخص اللي احنا بنقدر نحسب وجوده التاريخي بشكل دقيق ده مش موجود حسب نصوص الوحي الاسلامي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هنا انت بتتدعي ان المسافة الزمنية ما بين نوح عليه السلام وما بيننا على الاقصى 10 تلاف سنة وانا مش عارف انت جبت الكلام ده منين يعني ما بيننا احنا وما بين نوح عليه السلام 10 تلاف سنة ازاي؟ خلي بالك لازم نخلع نفسنا عن الهيمنة الكتابية يعني ايه نخلع نفسنا عن الهيمنة الكتابية؟ يعني الكتاب المقدس بيرص الناس ورا بعض هو من نوح عليه السلام لغاية ابراهيم عليه السلام قدي ايه؟ وفين الاجيال اللي ما بينهم؟ ده مش موجود في الاسلام العظيم هتاخدوا بقى من الكتاب المقدس؟ طب ما هي اصلا الكتاب المقدس هو المشكلة في الموضوع ان الكتاب المقدس بيسرد لك نسب من اول ادم عليه السلام لغاية المسيح وبيقول ان الموضوع ده كله على بعضه ما يكملش ستالاف سنة مش حاجة زي كده فيبقى بالتالي في مسافة زمنية ما بين ادم عليه السلام ونوح عليه السلام دي مجهولة بحسب الشريع الاسلامية وبعدين في عندك من نوح عليه السلام لغاية سايلنا ابراهيم عليه السلام النقطة الرئيسية او من ضمن النقاط الرئيسية المسافة ما بين ادم عليه السلام ونوح عليه السلام دلوقتي في عندنا مسافة تانية ما بين نوح عليه السلام وابراهيم عليه السلام وبعدين من ابراهيم عليه السلام لغاية بقى اي نبي منقدر نحدد مكانه بدقة انا مش قادر اعرف انت ازاي حددت ان ما بيننا وما بين نوح عشر تلاف سنة كحد اقصى مش قادر افهمه هنا بيقول خاصة ان القرآن يقول ان بعد فترة ارسل الله نوح وبعد نوح هود وبعد هود صالح فنجد ان مدائن صالح عمرها على الاكثر تلات تلاف سنة قبل الميلاد الكلام ده برضو مش دقيق القرآن الكريم ايوة بيقول ان من بعد نوح بس ما بيقولش المسافة الزمانية ما بينهم قد ايه يعني فيه فجوات انت بتملاها من غير مرجعية الاشارة للاخ يقصدها موجودة في سورة الاعراف من اول اية رقم 65 وإلى عادن اخاهم هودة قال يا قوم عبودوا الله ما لكم من اله غيره افلت التقون قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة هنا لما القرآن الكانين بيقول واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة ما بيبينش المسافة الزمنية اللي ما بينهم وده مش معناه بالضرورة ان اول ما ربنا زاح قوم نوح جم قوم عاد بعديهم على طول دي فجوة معرفية انت بتملاها من غير مرجعية او ادلة فهنا انت بتقول ارسل الله نوح وبعد نوح هود وبعد هود صالح خلي بالك نفس الكلام في نفس السورة سورة الاعراف تحت شوية وإلى ثمود اخاهم صالحة قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورة وتنحتون الجبال بيوتها برضو في فترة زمنية غير معلومة وأكيد الآية مش معناها برضو ايه ربنا زحقوا معاد فرحوا دول على طول جايين من بعديهم التتابع التاريخي المتلاسق ده ليس عليه دليل فبالتالي شوف انت نطيت منين من آدم لنوح ومن نوح لهود ومن هود لصالح وبعدين انت بتقول دي مدائن صالح عمرها على الأكثر 3000 سنة قبل الميلاد يبقى احنا عندنا الفرق ما بيننا وما بين مدائن صالح حوالي 5000 سنة بس احنا ما نعرفش المسافة الزمنية ما بين صالح وهود وما بين هود ونوح وما بين نوح وآدم فهنا بيقول فبالتالي تفصلنا ان اربع الأنبياء تفصلنا عنهم 5000 سنة فقط ده غير صحيح النطة دي غير صحيحة وما عليهاش دليل انت بتلزقهم في بعض وبرضه بتفترض ان جيل النبي ده كان بيعيش حاجة بسيطة اذا احنا عندنا زي ما قلت في القرآن الكريم ان سيدنا نوح ممكن يكون عاش لوحده اكتر من 1000 سنة عاش لوحده اكتر من 1000 سنة فالدنيا مختلفة هنا بيقول حسب الاحفير تدل على ان الكائن البشري عمره اكتر من 200000 سنة على الاقل حتى 400000 وفيه ناس بيتقول 2 مليون واحد ونص مليون خلي بالك الموضوع برضه زي ما قلت لازم ترجع لكتاب الوجود التاريخي الانبياء حسب الجدل الاركيولوجي لان تاريخ الاعمار دي فيها مشاكل كبيرة جدا جدا على كل حال الخلاصة ان فيه فجوات كثيرة جدا جدا ما عندناش فيها نصوص شرعية نقدر نملاها علشان خاطر نصل الى نتيجة ولازم نراعي ان احنا نخرج من الهيمنة الكتابية ولازم نراعي ان ربنا بيقول ان فيه انبياء بيقوله كان ممكن هو نفسه يعيش اكتر من 1000 سنة وفكرة ان انت تربط الاقوام ورا بعض ورا بعض لازل دي معليهاش اي دليل وحابي بقول يعني هل انت متخيل مثلا ان فيه قوم ربنا حيعقبهم وهيمحيهم من على وش الارض بعديهم على طول يلا يا جماعة نيجي نسكن مكانهم انا متخيل ان المكان ده هيفضل مهجور فترة طويلة جدا من الزمن لغاية ما الناس خلاص يعني تبتدي تنسى ايه اللي جرى لهذه الاقوام فعلشان كده النبي بيذكرهم ده خلوا بالكم ده انتوا جيتوا سكنتوا في المكان اللي كان عايش فيه قابلكم كذا وفي الاخر الله اعلم في النهاية انزع من قلبك هذه النازعة العلموية وحاول تشوف ازاي تقدر تخلي يقينك في دينك اكبر من اتكالك على هذا العلم الظني اللي فيه مشاكل كثيرة جدا التعليق اللي بعده على فيديو ولكن شبها لهم لدي اكس بتقول ممكن تعمل حلقة على لماذا اليهود لم تؤمن او لم تعترف بعيسى كنبي وشكرا كون ان احنا نقول ان اليهود لم تؤمن ولم تعترف بعيسى كنبي اجمالا ده غلط الاصل ان المسيح عليه السلام رسول الى بني اسرائيل فهو بعث في اليهود كويس فيه يهود امنوا بيه وفيه يهود كفروا بيه احنا من وجهة نظرنا دلوقتي بنقول ان اليهود اللي هما ما احنا عندنا دلوقتي يهود ونصارى ومسلمين فبنقول دلوقتي ان اليهود كفروا بسيدنا عيسى ولم يؤمنوا بيه ولم يعترفوا بيه كنبي او المسيح او ايا كان لكن في وقته لا فيه يهود امنوا بيه وفيه يهود كفروا بيه وغالب الظن حسب اللي احنا شفناه في الاناجيل ان لا الاغلبية امنوا بيه وعدد قليل هما اللي كفروا بيه وعلشان كده بشكل عام رغم ان عدد النصارى الكبير بسبب ان دعوة المسيحية خرجت خارج نطاق بني اسرائيل وخارج نطاق فلسطين ده سبب رئيسي ان المسيحيين عددهم كبير اكبر بكتير من اليهود لكن بنفهم ان مشكلة المسيح الرئيسية ما كانتش مع عوام الناس ما كانتش مع عوام اليهود كانت مع الكتبة والفرسيين والشيوخ والكهنة اليهود الاكابر مش عامة الناس عامة الناس امنت بيه وعمت الناس ايدته وعمت الناس اعترفوا انه نبي وفيه نصوص كثيرة جدا جدا في العهد الجديد بتقول كده ان لما المسيح دخل ارشاليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالوا هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل ولا ايا كان ونصوص كثيرة المسيح كان بيعمل معجزات الناس كانت بتآمن بتقول انه ان ده نبي من الانبياء وافتقد الله شعب وهكذا ما علم ليه الشيوخ والاكابر ما امنوش بالمسيح وعادوا المسيح وكانوا عايزين يقتلوه الموضوع ده فيه خلاف لو انتهى هتاخد الانجيل كمصدر وحيد لكن هو ببساطة الله عز وجل في القرآن الكريم بيوضح سبب عداوة اليهود للانبياء بشكل عام اللي كانوا بينقلبوا عليهم او يقتلوهم او كذا الله عز وجل يقول او كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون يعني ايه بقى بما لا تهوى انفسكم ان بني اسرائيل كانوا منتظرين المسيح المنتظر رئيس المسحاء اللي هيحقق لهم بعض الامور اليهود كانوا شغفين جدا انهم يرجعوا مرة تانية للعز والملك اللي كانوا عايشينه ايام سيدنا داود وسليمان ومعروف طبعا بان الله عز وجل صلط على بني اسرائيل اعدائهم وحصل السبي البابلي بسبب انهم انحرفوا عن عبادة الله وانحرفوا عن اتباع الوصايا والشرائع والاحكام ووقعوا في الوثنية واختلطوا بالشعوب الوثنية اللي حواليهم وتجوزوا منهم وتأثروا بيهم ومرسوا عداتهم وتقلدهم وهكذا فربنا صلط عليهم اعدائهم ونزع عنهم الملك والخير اللي هم كانوا عايشين فيه فالمفروض ان اليهود بيؤمنوا ان المسيح المنتظر او المسيح الرئيس او المسيح المنتظر هيكون من اهم خصائصه انه هيبقى زي سيدنا داود عليه السلام وانه هيبقى ملك وانه هيقيم مملكة وفيما معناه في النهاية ان اليهود هيكون لهم عزة وكرامة مرة تانية وهينتصروا على اعدائهم ويعبدوا الله فيه امن وامان ورخاء وسلام والدنيا تبقى لونها بامبي وكلام دا كونه فيه نصوص كثيرة او فيه بعض النصوص الجوهرية اللي اليهود جوم يكلموا المسيح علشان يشوفوا هل انت فعلا النبي الملك دا ولا لا وفي اكتر من مرة كانوا بيحاولوا ان هم يجعلوا ملك عليهم وما كانش بيرضعوا الكلام دا كله فانا بعتقد والله اعلم ان دي من بدايات الاسباب اللي خلت اليهود واضح ان مش هو دا الشخص اللي احنا كنا عايزينه والملمح دا خلي بالك بيظهر لما بني اسرائيل سمعوا عن يوحنى المعمدان فرحولوا على طول قالولوا انت اليه انت النبي انت المسيح انت لو مش واحد من دولي بقى انت ملكش لازمة السياق معناه كده احنا مش عايزين اي نبي وخلاص احنا عايزين اللي ليهم علاقة بالتلات حاجات دول المسيح انت النبي انت اليه انت لأ 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 امال انت مين يبقى انت ملكش لازمة نفس الكلام بنفهمه مع المسيح عليه السلام ان لما فهموا انه مش هو دا برضو اللي هيعمل لنا كده يبقى برضو انت ملكش لازمة غير كده ان المسيح عليه السلام كان بيحارب الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة والفرسيين وكان بيوبخهم كثيرا وكان بيطرقعلهم كثيرا والكلام دا كان بيحصل امام الناس وامام العامة وكان بيفقد رؤساء الكهنة هيبتهم امام الناس فده طبعا كان سبب رئيسي للكراهية كان بيقعد يقولهم ابناء الافاعية مش عارف مين وكان بيذم تقاليد كثيرة ليهم وكان بيذم معاملات كثيرة ليهم وافعال كثيرة ليهم وهكذا برضو بعتقد ان من ضمن الاسباب الرئيسية اللي خلت اليهود الكبار اللي زي ما قلت رؤساء الكهنة والكلام دا يكرهوا المسيح انه تنبأ بزوال ملكهم واللي هو المثال اللي انا تكلمت عنه قبل كده انه ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعمل اثمرها وده بسبب افعال اليهود ان كل ما كان ربنا يبعت لهم حد كانوا بيقتلوه هكذا فالغاية ما ربنا بعتلوهم المسيح له اعظم انبياء بني اسرائيل وبرضو حاولوا يقتلوه او هم نفسهم اعتقدوا ان هم قتلوه فعلا فالمسيح قال لهم ناس زي كده وحشة ربنا يعمل فيهم ايه فاليهود قالوا حكموا على نفسهم لا ان ملكوت الله ينزع منهم ويعطى لامة تانية فرح المسيح قال لهم كان ده فعلا اللي هيحصل واما قرأتم قط في الكتب ان الحجر الذي رفضاه البناءون هو قد صار رأسه الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عظيم في اعيوننا لذلك ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعمل اثمرها فبدأوا يعدو اكتر واكتر وخصوصا في مثل الكرمين الكلام دا يمكن كان حسب الاناجيل في قرب نهاية حياة المسيح فانا بعتقد ان الاسباب دي اجمالا كانت السبب اللي خلت اليهود رؤساء الكهنة والشيوخ والكتب والفريسين الاكابر يرفضوه ما يؤمنوش به لو انت سألت السؤال دا الواحد مسيحي هيقولك دا اصل المسيح قال انه الله وده يعتبر تجديف فعلشان كده اليهود كانوا بيحاولوا يقتلوه طبعا في بعض النصوص او في بعض الروايات في الاناجيل اللي قد تفيد ان المسيح قال كلام هما ما فهموهوش او فهموه غلط فحاولوا علشان كده يقتلوه لكن دائما في هذه السياقات تجد ان المسيح ما سبهمش غير وهو بيحاول يصلح فهمهم المغلوط وللأسف الشديد النصارى بيمسكوا في الفهم المغلوط ويطيروا به من غير ما يكملوا باقي السياق اللي فيها بما لا يدعم جلا للشك ان المسيح بيحاول يصلح فهمهم المغلوط طبعا مثال مشهور جدا على كده انه لما قال انا والاب واحد فتناول يهود حجارة اللي يرجموه فراح المسيح قال ليه كده اصلا وانت انسان تجعل نفسك الها راح المسيح راضد عليهم علشان يصلح فهمهم وغيرها من الامثلة الكثيرة طبعا بنجد في النهاية ان الاناجيل بتقول ان اليهود اتهموا المسيح تهمة باطلة وكانت هي دي التهمة اللي على اساسها عاوزين الرومان يقتلوا المسيح بسببه ان هم ادعوا ان دا بيتدعي انه ملك اليهود يعني ايه بيتدعي انه ملك اليهود يعني كأنه عاوز يقيم ملك والمفروض ان اليهود تحت ملك وسلطان الرومان فكأن دا محاولة انقلاب على حكم الرومان وزعزعة الامن والاستقرار والكلام دا كله فقالوا يلا احنا هنلبسوا التهمة دي رغم ان فيه نصوص كثيرة في الاناجيل زي ما قلت ان هم بالفعل حاولوا يجعلوه ملك وكان بيهرب منهم وما كانش بيرضب كده التعليق اللي بعد كده على فيديو اعتراف خطير تسع وعشرين الفصول الاولى من سفر التكوين مجموعة اساطير بابلية نور مرزوق بيقول الاتفل لماذا لا تتناولوا موضوع الجنة والنار في المسيحية حسب الكتاب مقدس الذي تكلم عنه بارت ارمن في كتابه الجنة والنار انا قلت قبل كده ان باذن الله عز وجل النقطة دي هنعمل عنها فيديوهات فيه سلسلة مدخل الادراسة المسيحية لكن واضح ان الموضوع ده هيتأجل لان طبعا زي ما قلت قبل كده المحتوى اللي انا بقدمه على قناة الدعوة الاسلامية بيكون له اسباب يعني فيه ظروف معينة بتكون محيطة بيه بتدفعني ان انا اقدم المحتوى ده في الوقت ده فطبعا احنا شغالين حاليا في سلسلة اعتراف خطير وانا قلت في فيديو خاص للمنتسبين للقناة وياريت الناس اللي حابة انها تدعم القناة بوسيلة بسيطة يعني بمبلغ قليل جدا جدا ينتسب للقناة والانتساب للقناة كأنك بتشتري منتج عن طريق جوجل بلاي فهو امن جدا جدا ومدعوم من جوجل نفسه فيه اكتر من مستوى للانتساب والمبالغ قليلة جدا جدا وفي النهاية لو عدد كبير انتسب للقناة ده هيؤدي الى ان الدعم يكون كبير لكنه هيكون بسيط على كل واحد كفرد المهم ان انا عملت فيديو خاص للمنتسبين للقناة اتكلمت فيه عن خارطة الطريق فقلت ان انا ناو ان انا كمل فيديوهات اعتراف خطير من المراجع المسيحية لغاية ستين فيديو وانا بالفعل خلاص جهست المادة العلمية وعندي فيديوهات مرفوعة على القناة لسه هتتنشر وانا بنشر فيديو كل يوم الحمد لله معادي يوم الجمعة وده يعتبر مجهود كبير جدا من قناة الدعوة الاسلامية الحمد لله عز وجل بقالنا فترة ماشيين على هذا النهج واتمنى ان احدا نقدر نكمله المهمة يعني لما نوصل لستين فيديو هننتقل بقى لمواضيع القضايا الفكرية المعصرة ومواضيع الايمان والالحاد وهركز على الجزء ده لغاية معرض قهرة الدولي الكتاب اللي المفروض هيكون في نهاية شهر يناير العام المقبل وهينتهي في الأسبوع الاول من شهر فبراير في عام عشرين اثنين وعشرين وده المفروض يكون بسبب ان انا عايز احضر طبعة جديدة لكتابي منهجية الوصول الى الحق هراجع الطبعة الاولى وعايز اضيف عليها بعض الفصول البسيطة وبعض الحاجات يعني بحيث ان انا الجزء ده يخرج بالشكل الذي يرضيني وخلاص ما يبقاش فيه اي مشاكل لان كان فيه بعض الاخطاء المطبعية وحاجات زي كده وفيه بعض النقاط انا نسيت اصلا اضيفها ما علينا عايز اخلص كتاب منهجية الوصول الى الحق الجزء الاول ده وناوي باذن الله عز وجل ابدأ شغلي في الجزء الثاني بحيث انه يكون جاهز على معرض قرارة ده ولكتاب خارطة الطريق بالنسبة لي هتكون ان انا هبدأ في الموضوع ده من شهر تسعة ان شاء الله فيبقى عندي تسعة عشرة حداشر اتناشر باذن الله اكون خلصت الجزء التاني من كتاب منهجية الوصول للحق بحيث ان الاخوة في مركز تبصير يشتغلوا عليه يكون موجود في المعرض في نهاية شهر واحد المعرض غالبا بيجي يوم اتنين وعشرين خمسة وعشرين من بعد يوم عشرين في الشهر يعني وبيخلص في اول اسبوع من شهر اتنين الخلاصة في النهاية ان انا ناوي اعمل ده باذن الله عز وجل لكن هيتأجل شوي وارجو من الناس ان هي تسمحني لان اه احنا يعني فتحنا ابواب كثيرة جدا وما اغلقنهاش لكن بفضل الله عز وجل الانتاج العلمي في القناة لا يتوقف يعني الناس تزعل مني لما انشغل عن هذا والقناة مثلا بقالها كم شهر ما بتنزلش فيديوهات جديدة لكن الحمد لله عز وجل القناة بتنزل تقريبا فيديو كل يوم وانتاجنا العلمي بيزيد واتمنى انه يزيد اكتر واكتر واسأل الله عز وجل عن يبارك في وقتي ومجهودي وكل حاجة علشان نقدر نخلص كل اللي احنا محتاجين نخلصه بإذن الله عز وجل التعليق اللي بعده على فيديو كتب عن التجويد وإثبات وجود الله وصحة الاسلام ونقد الإلحاد اصدارات مفكرون الدولية عشرين وواحد وعشرين الخطاب بيقول القاتل التعليق متلخبط شوية هنا بيقول شيخ محمد ممكن حضرتك تشوف موضوع جمجمة التنين اللي لسه عاملين عليها ابحاث والبي بي سي نيوز اتكلموا عنها من شهر بيتقال انها غيرت نظرية التطور علشان الجمجمة من 250 الف سنة وهو انسان عادي زيه زي اي واحد دلوقتي تقريبا والله اعلم يعني هو الاخ بيقول ان في اكتشاف لجمجمة قديمة جدا عمرها اكتر من 250 الف سنة وهي جمجمة زيها زي الناس اللي عيشها دلوقتي فدي بيتهدم نظرية التطور اخبار زي كده كثيرة جدا 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 وخلي بالك في موضوع نظرية التطور واصل الانسان تحديدا هي دي النقطة الشائكة جدا في نظرية التطور خلاصة الابحاث الان هي ان من الناحية الاركيولوجية ومن الناحية الاثرية والاحفير والمستحثات والكلام ده كله في مازال خط كبير وفاصل وواضح ما بين اشباه الانسان واشباه القرد او البني ادمين باشكالهم وانواعهم المختلفة والارود باشكالهم وانواعهم المختلفة مفيش الحلقة الوسيطة ما بين الارد والانسان كويس؟ طبعا زمان كانوا قاعدوا يقولوا ده فيه لوسي وبوسي ومش عارف مين ويعني حفريات كانوا بيدعوا ان دي حلقة وسطة ما بين الانسان والارد لان فيها خصاص الارد وفيها خصاص الانسان فدي الحلقة الوسطى واغلب الدراسات اثبتت ان لا الكلام ده بلح مفيش حلقة وسطة هو يا ارد يا انسان وطبعا زي انا قلت انواع البني ادمين لان فيه تنوع ما بين البشر فبالتالي كلهم جنس بشري واحنا مش عندنا اشكال وانواع مختلفة من البني ادمين عايشين دلوقتي الطويل والقصير والتخين والرفيع واللي جمجمته كبيرة واللي جمجمته صغيرة وفيه تنوع لكن كلهم جنس بشري برضو نفس الكلام زي ما كانوا بيقولوا عن النياندرثال انسان النياندرثال كانوا بيقولوا انه حلقة وسطة وانه بداقي عن الانسان المعاصر الهوموسيبيانز واغلب الدراسات والابحاث دلوقتي بتقول لا ان النياندرثال معاصر زيه زي الهوموسيبيانز وبنفس تقدم الهوموسيبيانز وان لو كان فيه من النياندرثال عايش لغاية النهاردة كان هيبقى زيه زي الناس اللي انت بتشوفهم في الشارع ما فيش اختلاف ما بينهم ما هواش جنس مختلف بحيث انه يبقى عرق ادنى او حلقة وسيطة في تطور الجنس البشر المشكلة ان العلوم دي المتعلقة بالتطور واصل انسان اغلب التطوريين مسكين في ابحاث قديمة جدا يعني انا فاكر كويس قوي لما كنت بابحث في الموضوع قرأت كتاب لهيوراس وكان معاه واحد تاني تقريبا اللي هو عنده كتاب اسمه هو از ادم من هو ادم بيبحث في موضوع التطور واصل انسان والحفريات والتجابه ما بين الارد والانسان والدنيا دي كلها اظن انه كان الطبعة الاولى كانت اتعاملت في 2012 وبعدين عمل طبعة تانية بعديها بعشر سنين مش فاكر بقى 2012-2007 انا متلخبط في التاريخ بس انا متأكد ان في مسافة زمنية ما بين الطبعة الاولى حوالي عشر سنين عمل الطبعة الثالثة والطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة ودنيا من ضمن الاهم الاشياء اللي انا لاحظتها في الموضوع ان الابحاث كانت كثيرة جدا والدنيا تطورت بشكل كبير جدا في ظرف عشر سنين خصوصا في حتة النياندرثالز ان الحفريات اللي كانوا لقيينها عن النياندرثالز والمعلومات اللي كانوا عارفينها عن النياندرثالز كانت خلت العلماء يقولوا ده شكله كائن وسيط متدني عن الانسان العاقل الهوموسيبيونز لكنه شبيه جدا بيه بس اقل منه سنة وكانوا بيعتبروا ان النياندرثالز جنس بشري همجي بداقي بيعبر عن الانسان البداقي وانسان الكهف والكلام الفاضي ده كله في ظرف عشر سنين بس الدراسات تقدمت بشدة لدرجة انه بقى الرأي اللي بيقول لا النياندرثالز ده زيه زي الهوموسيبيونز وكان متقدم زيه وكان بيمارس تقوص دينية وكان بيعرف الابرة والخياطة وحاجات كتيرة جدا وهكذا اللي انا عايز اقوله في النهاية ان الخبر ده ما فاتش علي لكن فيه اخبار كثيرة جدا شبه هذا الخبر وان الفكرة دي في الوسط العلمي موجودة لكن المشكلة ان التطوريين بيمسكوا في الابحاث القديمة وما بيراجعوش الابحاث الجديدة اللي هي فكرة ايقونات التطور والعلم الزومبي بتاع جوناثن ويلز ان انتو مسكين في حاجات قديمة العلم خلاص اثبت بطلانها وكأن فيه حالة مقصودة من التكتيم على المعاصر والبقاء على القديم اللي العلم هدمه خلاص وعادة نشر القديم اللي العلم هدمه خلاص تعليق تاني على نفس الفيديو كتب عن التجويد وإثبات وجود الله وصحة الاسلام ونقد الالحاد اصدارات مفكرون الدولية عشرين وواحد وعشرين اسلام عصام بيقول ممكن تنزل برنامج اسور دي تاني يا شيخ علشان الرابط مش شغال مؤخرا تابعت تعليقات على المدونة والحمد لله رب العالمين وجدت ان فيه بالفعل تفاعل على المدونة واضح جدا ان فيه حاجات كثيرة جدا قديمة انا كنت نشرها على المدونة من زمان محتاجة ان روابطها تتغير وتتحدث حاجات كنت هتطلها لينكات من موقع الدعوة الاسلامية والموقع ده والدومين ده والسيرفر ده ما بقاش موجود فيه بس عندي مشكلة والمشكلة دي ليه حلول بس مش عارف هل هي حلول نقدر نثق فيها ولا لا انا طبعا شاري خصائص مدفوعة في المدونة بتاعتي مدونة التاعدي هي المفروض تحت رعاية وورد براس وطبعا وورد براس بتعمل مدونات مجانية لكن فيه خدمات مدفوعة الجزء اللي انا مشترك فيه بيسمحلي ان انا استخدم سكريبتات بيسمحلي بستوريج ومميزات كتيرة والحمد لله انا افعاني جدا من ضمن الامور المحدودة للأسف ان الستوريج مش لكل انواع الملفات بمعنى انك ما ينفعش مثلا ترفع ملف مضغوط رار لا هو بيسمحلك بصور بامتداداتها المختلفة بيسمحلك ببي دي اف بيسمحلك بملفات وورد بامتدادات مختلفة يعني عدد محدود من الامتدادات ما ينفعش ترفع غيرها ما ينفعش ترفع امتداد اي اي اكس اي مثلا اللي هو برنامج مثلا يتسطب فحاول اشوف ان انا ارفع الحاجات دي مثلا على موقع ارشيف او على موقع اخر زي ميديا فاير او غيرها بحسابات مجانية هحاول اشوف لكن على كل حال يعني الاي سورد دلوقتي في مشاكل ده اللي انا لاحظته ان الاي سورد اتطور جدا لكن الملفات الاديمة بتاعت الترجمات الاديمة ما اتطورتش الحاجات العربي الترجمات العربي اللي كانت اضافات على الاي سورد ما اتطورتش الاي سورد تطور الملفات دي بقت اديمة فبقت بتعمل مشاكل مع الاي سورد او تتعرض بشكل غلط او اي امكان واحيانا بتوصل لدرجة ان الاي سورد ما يفتحش لو انت ضايف في الاي سورد الملفات الاديمة دي الاي سورد مش هيفتح هيهني فانا مش عارف لو في مبرمج يقدر يطور الملفات الاديمة دي ولا لا الله اعلم لكن الخلاصة ان يا اما تستخدم اصدارات اديمة من الاي سورد علشان تستخدم معاها الاضافات الاديمة فيبقى بالتالي احنا محتاجين نرفع الملفات دي كلها على بعضها على موقع ارشيف او غيره يا اما في حد يطور الملفات الاديمة علشان تكون مناسبة مع التطوير والتحديث اللي حصل مع الاي سورد والخلاصة ان انا هحاول بإذن الله عز وجل افوت على الصفحات المدونة اللي فيها روابط محتاجة تتغير وهغيرها ولو في اي حد دخل على صفحة في المدونة لقاها ان هي بتشير الى رابط سواء تحميل او تصفح او اي ان كان والرابط ده ما بقاش شغيرها ياريت يكتب لي في الصفحة نفسها في تعليقات اكتب في الصفحة تعليق يا شيخ الرابط في الصفحة مش شغال وانا ان شاء الله هغيره التعليل بعد كده على فيديو نقد التقليد الكنسي لكنيسة المصرية قنوذجا من اهم كتب الحوار الاسلام المسيحي بيتكلم عن فكرة المرتش او منتجات ليها علاقة بهوية القناة كنوع من انواع الدعم زي التشيرت اللي انا لابسه ده انه يطرح للبيع ويتشحن لأي مكان ويبقى فيه نسبة للقناة كدعم للأسف الشديد انا ما عنديش اي خبرة في الموضوع ده ومحتاج قعد محد يقدر ينظم لي الدنيا دي انا للأسف لا فاضي ان انا اصمم تشيرتات يعني حتى التصميم ده مش انا اللي عامله انا قلت الاخ محمود اشرف اه حطيلي اللوجو ويبقى في الوسط ويكتب دين الله الحق فانا ما بعرفش عامل تصميمات معرفش اطبع على التشيرتات معرفش اهند البيع والشرة الموضوع كبير يعني محتاج ادارة مستقلة انا عارف ان في بعض المواقع اللي بتسمح لك انها تدير الليلة دي كلها لكن في النهاية غالبا الاسعار مش بتبقى كويسة لان انت بتلاقي بقى ان في ناس كتير بتمسك جزء كبير من الموضوع بعيد عنك فانت ملكش حكم على الاسعار بقى يعني لو قلنا مثلا تكلفة التشيرت ده قد ايه ممكن مثلا بدل ما يبقى اكس يبقى 3 او 4 او 5 اكس انت ما تعرفش هو جايب وماش من اين ولا عامله ازاي ولا وتلاقي في الاخر المبلغ الاجمال كبير والنسبة اللي بتوصل لك منه قليل يعني ممكن مثلا في الاخر يقولك ده التشيرت بيتباع بخمسين دولار خمسين دولار ده طبعا مبلغ ضخم بالنسبة للناس في مصر متخير حد يشتري تشيرت بمقابل خمسين دولار الناس عامة الناس اغلب الناس الطبقة الوسطى بيشتريوا تشيرت بيكون 800 جنيه 200 جنيه في الرنج ده او انا شخصيا بعمل كده يعني اغلب بهدومي تشيرت او بانطلون فرنج 200 تلتمية بالكتير فيبقى احنا بنتكلم في سعر حوالي 20 دولار وده برضو هيبقى غالي يعني 300 جنيه 20 دولار ده هيبقى غالي على ناس كتير في مصر على كل حال يعني هي الفكرة لو في حد يقدر يساعد في الموضوع بحيث ان الدنيا تبقى حنيينة للناس في مصر اولا وبعدين ينفع يتشحن للناس بره وده ما يشغلش من وقت كتير يتواصل معايا على الواتساب ونشوف الدنيا فيها ايه التعليق اللي بعد كده على فيديو ستوديو كروما منزلي افضل اضاءة ستوديو كروما خلفها خضرة دي من الفيديوهات القديمة وطبعا انا ما بقيتش بعمل فيديوهات تقنية على قناة الدعوة الاسلامية فتحت قناة تانية اسمها قناة شاهين ميديا عليها حوالي اثنين وتلاتين الف مشترك وباذن الله عز وجل قريبا جدا هرجع عامل فيديوهات تانية على شاهين ميديا الناس بس عشان تبقى فهمة انا مش بس بعمل شغل او فيديوهات لقناة الدعوة الاسلامية بعمل فيديوهات لقناة تقنية تانية وبعدين بقى في عندي قناة شاهين ميديا وفيه شغل تاني احيانا بعمله فيعني انا طبعا بحاول على قد ما اقدر ان اغلب وقت يكون لقناة الدعوة الاسلامية وهو ده اللي حاصل وانتاج القناة يشهد بكده لكن في حاجات تانية بتشغلني عن شاهين ميديا هو ده المقصد لكن بين اللي عز وجل هحاول على قد ما اقدر ان انا ارجع لقناة شاهين ميديا كان فيه حد بيقول لي خليك في اللي انت تفهمه وخليك في اللي انت تحسنه اصده يعني قناة الدعوة الاسلامية ويمكن الشخص ده مش مدرك ان انا اصلا تخصصي التكنولوجيا والكمبيوتر ساينس وانا بقالي كذا سنة شغال في موضوع الكاميرات وتجربة الكاميرات ومراجعتها وده امر انا اتقنه باحترافية وبحصل على اجر مقابل يعني انا مفيش كاميرا الكانون الا لو جربتها وعملت عنها مراجعة من اول كانون 4000D لغاية ال1DX Mark III واغلب كاميرات سوني جربتها من اول A6400 A6600 A7C A7III A7S III كل ده جربته بشكل احترافي وعملت عنه ريفيوهات وهكذا فموضوع التصوير وادوات التصوير والدنيه الصناعة الميديا المرئية ده امر انا احترفه ما علينا باذن الله عز وجل هرجع عامل فيديوهات على قناة شاهين ميديا فهو المفروض السؤال ده له علاقة بشاهين ميديا لو سمحت كيف ممكن اوزع الاضاءة بالقياسات الصحيحة واسم التطبيق لفحص الكروما تطبيق بتاع فحص الكروما ده الموضوع فات عليه كذا سنة يعني انا مش عارف الفيديو ده بقاله كام سنة لكن اظن ما لا يقل عن اربع خمس سنين فوقتها كان فيه برنامج بستعمله وجبت له نسخة هو مفروض برنامج مدفوع المهم النسخة دي ما بقتش شغالة دلوقتي لان الاندرويد اتطور جدا فمفروض يبقى له نسخة معلن هبقى راجع الموضوع ده الخلاصة ان السؤال ده هبقى جاوب عنه في فيديو على قناة شاهين ميديا لان فعلا دي من الحاجات المهمة جدا لأي حد بيصور فيديو او حتى بيصور فوتو لازم ياخد باله منه ازاي اقدر اوزع الاضاءة بالقياسات الصحيحة بالقياسات الصحيحة يتفهم منها كذا حاجة اولا قوة شدة الاضاءة هل انا الاضاءة زيادة فالصورة تطلع محروقة ولا الاضاءة مزبوطة ولا الاضاءة اقل فتطلع مضلمة وهل زوية الاضاءة مناسبة ولا لا انا ساكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو حاز الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر عجبني ولا تنسى ان تقوم مشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى استحق الدعم والرعاية فقم بالزيارة صفحتنا على بيتريون او بيبال او حتى قم بالانتساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة